يحرق خالد طفولته وأحلامه في سبيل معركته التي يخوضها منفريدا من أجل البقاء هو وأسرته على قيد الحياة في ظروف معشية معقدة اكتوا بنارها كغيره من اليمنيين يعد خالد واحدا من مئات الأطفال شمالي محاوظة حجاه الذين سرقت منهم الحرب طفولتهم وأحلامهم وأجبرتهم على الالتحاق بسوق العمل في سن مبكرة دون أي جهود أو تدابر محلية أو دولية لرعاية هؤلاء الأطفال الذين يعيشون واقعا كئيبا ويسيرون نحو مستقبل مجهول بالنسبة لعمل الأطفال في المناطق المحرشة الحجة يترابح ما بين 30% إلى 40% والأسباب أول هو الحصار الثاني تجد لعل هؤلاء الأطفال الذين يعملون ويبحثون علومة العيش هم أيتام أو أن تكون الأسرة تتكون من أعداد فلا يستطيع الأب أن يصرف على هذه الأسرة فيضطروا الأبناء الصغار أن يشهموا ويعملوا وعن معاناة أطفال اليمن قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات عن الأطفال في اليمن إن الفضائع والمعاناة الهائلة التي يتعرضون لها هي نتيجة نزاع مسلح سيترك في إعقابه على الدوام جيل من الأطفال اليمنيين يعانون من ندوب مدى الحياة وشددت على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بناشاط نحو حل سياسي للنزاع إذا كانوا يعملون في إنقاذ الأطفال من المزيد من الأذى كثيرة هي الأسباب التي تجبر الأطفال على الالتحاق بسوق العمل أعمال هي أكبر من أعمارهم لعل أبرزها الفقر الناتج عن الحرب التي أريد لها ألا تنتهي حرب الأطفال فيها هم الخسر الأكبر هلال القاعد لقناة المهارية محافظة حجة ترجمة نانسي قنقر